فمع تبويب جديد من تبويبات الإمام النووي نعيش في هذا الصباح بمشيئة الله عز وجل وهو باب السحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر فإذن ينبغي لك أيها المسلم الحريص على دينك والمتبع لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن تصوم على الأقل صيام نافلة من كل شهر ثلاثة أيام والأمر إخواني في الله قد يبدو لبعضهم صعبا ولكنه يسير على من يسره الله عليه والعبرة أن تبدأ العبرة أن تبدأ ثم سوف تجد تأييدا من الله عز وجل لك فعلى الأقل ثلاثة أيام ومن الأيام التي حض الشرع على صيامها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي من كل شهر عربي فتعالوا بنا نسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة اقرأ عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه قال عوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام نعم إذن هذه الوصية صيام ثلاثة أيام اسأل نفسك ما هو حالك مع الصيام صيام النافلة وركعتي الضحى لابد أن تتفقد نفسك ومرت معنا والوتر قبل النوم لمن لا يجد من نفسه عزيمة ألا يقوم في آخر الليل وهذا أيضا سبق حديث التالي ونبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعوهن ما عشت صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الطحى وبأن لا أنام حتى أوتر انظر هذا الكلام من أبي هريرة لن أدعوهن ما عشت لن أدعوهن إيش ما عشت لن أدعوهن ما عشت ب Property